انترقت اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعات العربية على مستوى كبار المسؤولين تحضيراً لعقد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزري غداً الأحد ذلك تمهيداً لعقد القمة العربية الثالثة والثلاثين والمقرر لها القميس المقبل للعاصمة البحرينية المنامة تناقش الاجتماعات تقرير الامين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التدعاية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين والأسواق البترولة العالمية حيث انخفضت أسعار للنفط بفعل تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطية الاتحادية الأمريكية والتي تشير إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول وهو ما قد يعوق الطلب من أكبر مستهلك الخام في العالم ومن خفضت العقود الآجل الخام برينت بنسبة انبلغت 1.3% لتبلغ 82 دولار 79 سنة للبرميل فيما انخفض أيضا خام غرب تكساس الوسيط المريكي بنسبة انبلغت 1.3% لتسجل 78 دولار 26 سنة للبرميل فيما اتراجعت أيضا نصار المازوت عالميا بالنسبة انبلغت 1.8% مسجلة دولارين 42 سنة للبرميل خفضت أيضا نصار الغاز الطبيعي بالنسبة انبلغت 2.13% مسجلة دولارين 22 سنة وذلك لكل مليون وحدة حرية بريطانية أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أعلن عن عدم رغبة بلاده في الموافقة على إجراء أي تجديد لخفض الانتاج في اجتماع عباك المقبل وأكد عبد الغني خلال تصريحات صحفية على هامش الجولة الخامسة التكملية والجولة السادسة للمناقصات الهايدرو كربونية أكد على أن العراق نفذ ما يكفي من التخفضات الطوعية لإنتاج النفط ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين لأشهر الثالث على التوالي خلال شهر أبريل الباضي كما واصلت أسعار المنتجين انخفاضها ما يشير إلى تعافي أطلب المحلي أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات ارتفع أسعار المستهلكين بنسبة بلغة فاصل ثلاثة بي المئة وذلك في أبريل على أساس سنوي وفاصل واحد بي المئة مقارنة بأسعار مارس الماضي يتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في أبريل مما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليل الماضية ربما حسنت من معنويات المستهلكين وإلى أوكرانيا حيث أعلنت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية الأوكرانية أعلنت أن نحو 1600 سفينة محملة بـ 45 مليون طن من البضاع أبحرت عبر الممر البحري الأوكراني منذ إطلاقه خلال الفترة الماضية وذكرت الوزارة أن هذه السفن كانت تحمل منتجات زرعية أوكرانية مخصصة لأسواق المواد الإغذائية العالمية لفتة إلى أن حوالي 108 سفن أخرى تقترب الآن من موانئ منطقة أوديسا لتحميلها بأكثر من 3 ملايين طن من المنتجات لأغراض التصدير اشتركوا في القناة